طيب دلوقتي في سؤال تاني بعد ما قررنا ان احنا نشتغل على الباتشز بدلا ان نشتغل على الترينيج إجزامبلز كلها دلوقتي مش بقى حساب الكوفاريانس ماتريكس اسهل احنا فكين كوفاريانس ماتريكس حسابها كان بيكون واحد على N في D في D ترانسبوز حيث وDD هي ماتريكس فيها الديتا بالطول كده في كل كولوم في إجزامبل معين فدلوقتي الباتش بقت صغيرة شوية فبقى حساب الكوفاريانس ماتريكس ابصد شوية بعد ما قررنا ان نستخدم باتشز مارجعناش تاني نستخدم الطريقة الصح او الطريقة الدقيقة ان هنعمل normalization او whitening ان هنجيب الجازر بتاع كوفاريانس ماتريكس منس 1 الجابة ان بردو ان ده بقت افصد شوية بس بردو لسه ماتريكس الكالكوليش وليسه فيه سكوير روت ودي كلها سخيفة لغير ان لسه بردو هتخش في الحقيقة ان احنا لما نشتغل بالباتشز بنضيف مشكلة ثانية زيادة المشكلة الزيادة ان لو عدد الاكزامبلز في الباتش اقل من عدد الفيتشرز ساعتها هتكون الكوفاريانس ماتريكس اصلا ملهاش انفرس هتكون الماتريكس سنجلر يعني بتاعها zero ملهاش انفرس تعال نشوف ليه تخيل ان انت عندك حاجة حالة اكستريم شوية تعال نتكلم ان انت في حاجة اثنين في اثنين ماشي بس عندك اكزامبل واحد بس ماشي لو انت عندك اكزامبل واحد بس وعاجس يحسب الكوفاريانس ماتريكس وانتكلم انه عبارة عن كوفاريانس ماتريكس عبارة عن واحد على واحد ماشي هيكون عبارة عن ايه كولوم فرو الاكزامبل بتاعك لمسا كان واحد واثنين وهنا واحد واثنين لنفس الاكزامبل هتلاقي ديك متريكس اثنين في اثنين واحد 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 في اثنين وهنا اربعة فدترمنت بتاع الراجل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اربعة از اربعة بزيرو فالماتريكس دي ما لهاش انفرس وبالتالي لما تيجي تحسب الجزر سيجما ماينس وان هتضرب منك فبالتالي دي مشكلة تانية جديدة نضيفها او بتضاف لما نستخدم عدد الترينيج اجزامبلز الاقل من عدد الفيتشارز بتاعتنا ساعتها هتلاقي ان يحصل مشاكل عشان الماتريكس بتكون سنجدر فده مشكلة زيادة احنا برضو بنحاول ايه؟ نبعد عن المشاكل يعني وخبائك انت لو بتكلم على امج مثلا مية في مية حيكون العدد الفيتشارز عشر تلاف لو ماتريكس مية في مية لو امج مية في مية وكل بيكسل عبارة عن فيتشار عندك عشرة تلاف فيتشار فانت عشان ما تكونش الماتريكس السنجدر لما تكون الباتش سايز بتاعك اكبر من عشرة تلاف والتالي طبعا دي حاجة بيدة جدا اصلا فانت بتاع صفات الباتش سايز عشرة تلاف انت كده ايه؟ لان الميموري هتضرب قبل ما تعمل كده غالبا الا لو انت تستخدم حاجة ايه طيب فالمهم يعني الموضوع لا يزال طيب فيه كمام مخوضة قبل ما تخش في المعادلات بتاعت الباتش للوقتي انا عندي بتحاول تترين او بتحاول تليرن حاجات انا كل ما تجيب حاجة هنا بتجيب قيم معينة للزد اعمل لها لا لا انا مش عايز يكون فيه اي ولا اي اتجاه ما بين المختلفة بتاعتها هي اتكبر قيمة زد واحد مسلا وانتصغر قيمة زد اتنين اقول لها لا ما ينفعش لازم تخلي الاتنين في نفس السكيل ما ينفعش تكبر السكيل بتاع دي عن السكيل بتاع دي مش ده نوعا ما غلط يعني نوعا ما انا كده بجبرها على بحطرها قيود هي مش عايزها انا افرد افرد كان فعلا صح كان فعلا الحاجة اللي تخلي تترين بشكل كويس ان فعلا يكون زد واحد او زد اللي هنا او اللي هو بسميه اكسا عنده يعني قيمته اكبر بكتير من قيمة ده انا جايز يكون ده صح ده اللي المفروض يحصل عشان تعرف تكلاسيفي كويس فلا كده بجبرها بالعافية على حاجة هي مش صح او هي مش هي الاوبتمال يعني ماشي فده اكيد مش ضريف وبالتاني انا لازم في الباتش نرماليزيشن اللي احنا بحاجين نتشغل به يعني محتاجين نهاندل الكيس بحكمه اكتر شوية من كده انها نوعا ما اكبر النيتورك على النرماليزيشن ده في الاول بس انا عارف ان كل حال غرض اصلا عارف ان الويتس غرض وعارف ان البيس غرض وعارف ان داني كلها راندم في راندم وهلاق ان المشكلة دي بتحصل في الاول بشكل اكبر يعني بس عايز مع الوقت لما امشي شوية في التريننج ابدأ اخف شوية يعني واسيب النيتورك تهندل نفسها بنفسها يعني فانا عايز في الاول بس ازبطها وبعدين في الاخر اصابة هي تقرر بقى تاخد قررها ان يعني اذا ما تكون بتربي ابنك الصغير كده لحد 18 سنة بتقعد ايه تتحكم في افعاله شوية وتحطر شوية قيود عشان ما بقاش تاجر المقدرات بعد 18 لو قرر يكون تاجر المقدرات غيبا مش تعرف انها هو يعني فهتلاقي انك خلاص النيتورك هتقعد تتزبطها كده في الاول وعيا هتسيب لها او محتاج يعني تسيب لها الفرصة في الاخر بعد فترة ان هي تقرر خلاص لها هي شايفة ان زد واحد لازم يكون كبير نتنفذ حاجة زي كده وهنشوف هنعمل كده ازاي وطبعا محتاجين نعمل التنفيذ ده بشكل برضو وانت في الاخر كل حاجة بتعمل وتعمل فتعمل عشان تعرف تتصرف يعني فكرة ان انا اخلي تعرف في الاخر تلغي تأثير الباتش براحتها لو هي قرر ان ده هو اللي في مصلحتها يعني بيعبره عنه في البيبر ان هو بيقولك ان انا عايز النيتتورك تقدر توصل للايدنتي ترانسفورب او ان اخلي الباتش نورمالزيشن يوصل لايدنتي ترانسفورب ده مقصود بي يعني انا عايز أخلي يقدر يوصل او النيتتورك تقدر تخليه زي الليته بالظبط لو هي قررت ده بعد فترة يعني فالايدنتي لا هي متعملش حاجة عايز اخلي الباتش نورمالزيشن زي الليته مايأثرش عندي في الديتر طب تعال ان شوف الكلام ده هنعمله ازاي كمعادلات نيجي تحت كده وخلانا نتكلم على layer معينة layer معينة فيها values اسمها Z طيب فانا عندي layer معينة عندي شوية اكسات اول حاجة عاملها ايه عايز اعمل اكسات دي فحقول ان اكس هجيب الميو بتاع الباتش ماشي كده البيضة اللي هو الباتش فاجيب ال average عشان عايز اعمل centering وعايز اعمل فال average بتاع كل الاكسات عبارة عن ايه عبارة عن واحد على M sigma من واحد ال M اكس ايه من I equal 1 مثلا ال M XI ماشي فانا كده اجيبت ال average بتاع ال features عندي ماشي بعد كده اجيب ال standard deviation هنسميه sigma B sigma بتاع الباتش عبارة عن طبع ال M ده عدد ال examples في الباتش يعني عبارة عن واحد على M sigma من I equal 1 I equal M XI ناقص ميو بتاع الباتش سكورد فده تعريف السيجما طيب بعد كده عايزين نعمل ايه؟ او عش ده سيجما سكورد ده ال variance يعني سيجما هو ال standard deviation طيب بعد كده عايزين نعمل normalization هنقول ايه؟ هنقول ان ال X cab او XI cab ده كده اللي هو بعد يعني عبارة عن XI طرح المين وأسم على standard deviation ده normalization طبيعي نقص ميو B على عايز اسم على standard deviation اللي هو جزر اللي هو جزر سيجما بي سكورد حتلاقي بيحط هنا ايبسلون كده صغيرة علشان لو تصادف ان ال variance deviation او variance بتاعك بصفر ما تبقاش بتاسم على صفر نعمل على صفر هتدمر كل حاجة ماشي؟ فهتلاقي ان هو بدل ما يقول ان انا هاسم على سيجما اللي هو standard deviation قال لك ان هاسم على جزر سيجما سكورد بلاس ايبسلون ايبسلون ده رقم كده around مثلا عشرة أو السلب تمانية هو رقم صغير رقم صغير مش بيأسر بس عشان انت اسمت العشرة أو السلبة تمانية مش هتضايق بالكمبيوتر نعم اسمت على زيرو حيديك exception يعني بتقعد الترين عشرة سنين وبعدين يسعى exception عشان اسمت على بتاع فهتزعل يعني فده كده يجيب ال x i cap هكده عملنا normalization طيب اخر خطوة اللي هي الخطوة اللي انا عايز اسمح ان ال network تلغي تأثير انه normalization تاني خلاص؟ انا عايز ادخل شيء ده على transformation معين تاني بحيس ان انا لو نترك شايف ان ده ما ينفعش خلاص يعني تلغي تاني فهلاقي ان انا بعد محسل x i cap بحس حاجة اسمها y i وقول ان y i ده equals gamma x i cap بس beta beta ده مش مش ال b ده بيتا برامتر اسمه beta طيب ايه لازمة الكلام ده؟ اولا الجاما والبيتا دول learnable parameters learnable زي weights كده اللي هو هقدر اشتغالهم ازبطهم بالgradient descent فبالتالي النتورك تقدر تليرنهم براحتها طيب بتخيل النتورك كانت عايزة او كانت شايفة ان الصح اللي هيمينميز الكوست ان هي تلغي تأثير الباتش النورماليزيين الخالص هتلاقي ان النتورك تقدر تليرن ان الجاما مسلا بتساوي جزر sigma squared plus eta مسلا وان البيتا دي بتساوي الميو بي او الميو طيب فلو النتورك عملت كده هتلاقي ان y i بتساوي جاما في الاكس اي كاب جاما اللي هي جزر sigma squared بلاس ابسلون والاكس اي كاب عبارة عن اكس اي ناقص ميو بي على جزر sigma squared بلاس الابسلون وكده عندك بلاس بيتا طيب لو البيتا كانت بساوي ميو بي هتلاقي ان في الاخر الراجل ده يقدر يطاير ده والرجل ده يقدر يطاير ده والتالي هتلاقي ان yi بتساوي الاكس اي فبالتالي ان النتورك تقدر لو هي عايزة لو هي شايفين ده صح بعد ما تقعد تليرن شوية تقدر تخلي الاكس اي وده اسمه نفرد على زيادة عن نزولها. عايزين بس نساعدها الاول في الاول شوية. ونديها الدفع الاورانية وبعد كده في الاخر لو هي شايفة ان ده غلط خلاص هي تصرف براحتها يعني. طيب ده شيء جميل. ممكن كمان نقوي الكلام ده شوية صغيرين. كان احنا نتخيل كده لو احنا اكبرنا النتورك ان دايما كل حاجة صغيرة. دايما بالنورماليس كل حاجة. ودايما كل القيم صغيرة مسلا. تخيل لو احنا افترضنا ان احنا شغالين بسيجمويد اكتيفيشنز. لو احنا سيجمويد حاجة عاملة كده. وانت جابر كل حاجة تكون صغيرة. هتلاقي انك بشكل ما في اغلب الوقت. او ممكن ان نحسن نبدأ ممكن. يعني تلاقي ناسا في اغلب الوقت مسلا في الرنج ده. ماشي. ومتحركش قوي في الرنجات الكبيرة. ماشي بشي في ساتيوريت. طيب. فتلاقي انك لو حاصل نفسك هنا على صول. بالزات لو اصغر كمان من كده شوية. هتلاقي ناسا نوعا ما محصور في الجزء اللينيار بتاع السيجمويد. ومش بتستغل النان ليارتي في حاجة. احنا قاعد انا مشكلة في السيجمويدي. انه هي بتبوز الدنيا. بس الحقيقة لو كان. لو لو مش مستغلين النان ليارتي دي خالص. او مش مستغلين السيجمويد ده خالص. 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 ساعتها Pull-app اعتقد انك حصرت نفسك Finally Activation. و있는 ليار اكتيفيشن. احنا عارفين ان هي برضو مش كويسة يعني. وعارفين ان عنداش نتورك ديب جدا وكل النيوران فيها كأنها ملاش لازمة كأنك عندك واحدة. فالحقيقة ان عمل لك مشكلة بس ده لو هو مش مبرر لو هو حاصل بشكل عشوائي في بداية الترينينج ومبطأ الليرنينج. بس انت مش عايز تلغيه تماما. انت لغيته تماما وبقت شغال كل حاجة لينير. في ساعتها انت اصلا ما بقاش عندك يعني فبرضه محتاج تكون بتوازن شوائي. ما حاجك تسمح ان هي تساتيوريت الحاجات لو هي فعلا شايف ان ده هو الصح يعني. طيب المهم من البعض ده كله اللي بيخش على السيجمايد او على النيوريتي عمتا بيكون هو الواي ده. هتلاقي في الوقت تجيب سيجما بتحسب سيجما اف واي اي ده كده هو اللي بيكون بقى اللي بيبقى ايمبوت للنكست لاير يعني. فطبعا لو فيه الكلام ده هتلاقي الداخل هو الواي اي. سيجما اف واي اي هو اللي بيطلع. وبقعد كده نبدأ ريحلة بقى جديدة ناخد الرجل ده. هيكون هو يعتبر اليو الجديد. اليو بتاع اللي graalية جديدة. بتاخده. ومن خلال اليو ده تحسب دابليو يو بلاس بي. ماشي. و بعد كده. طبعا ده هو الاكس الجديد. للاير اللي بلاس بان here. وبعد كده تحسب كده تحسب الاكس كاب. وبعد تحسب الاكس كاب تحسب الواي كاب بتاع اللي باعدها. وبعدين تاخد السيجما بتاعها. وهاكذا. مشيب هسول اخفي الاخرية هتلاقي الدينية ماشية كده. زوجت بس كم حاجة كده? في برضو مرخوزة صغيرة ان الحقيقة انت بتحسب ال W بلاس بي ده. بس بعد كده انت اصلا بتعمل سنترينج صح? يعني بتخلي كل حاجة السنتر بتاعها هو الزيرو. فالبي اللي هو البياس ده بفوت بيشفت بيشفت كل حاجة بكونستان. كأنك بتاخد بتاعتك كلها وتشفتها بشكل بعيد عن الزيرو شوية. انت كده كده هتعمل سنترينج فانت هتلغي تأثير البي ده. فكأن البي ده ما بقاشه لازمة. صح? فانت هتلاقي في الاخر لو انت شغال باتش نورماليزيشن مش بتاسب WU بلاس بي بتاسب WU بس. طيب البياس عاد بيكون مهم. هتلاقي ان الشيء ده البيتة اللي هنا ده. اللي انت بتضيفه بعد ما تعمل سنترينج هو اللي بيحل محل البياس القديم. فلو انت شغال في باتش نورماليزيشن ما فيش معنى ان تخلي عندك بي هنا. انك كده كده هتسنتر الكلام ده. فحتلغي اصلا البياس اللي عنده. هتخلي كل حاجة سنتر ده حوالينا الصفر. يعني لو انت عندك. لو انت عندك خط. مش بيمر بالصفر. خط كده مستقيم مش بيمر بالصفر. هيكون فيه. او اللي هو الحد المطلق يعني. بس لو انت خليت بيمر بالصفر. عم بترو سنترينج. هتلاقي البي بصفر. فانت هتقعد تجمع بهات كتير في الاخرة تشالها كلها وانت بتعمل سنترينج. فمنهاش لازمة البي دي. فبتحسب W بس. والبياس اللي انت عايزه بتضيفه بعد كده بالليرنا بالبرامتر ده. فكأن ده هو البياس الجديد نوعا ما يعني. ملحوظة بس اخيرة في هنا. احنا ممكن نتعامل مع دول كلهم ان هم عبارة عن يعني عندك ده عبارة عن كده. اول فيه هو بتاع اول تاني 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 هو بتاع تاني وهو كده لحد الاخر. فعندك ده كده كده كامل. يعني او الزدات او هنا. ماشي? هتجيب ده ميو فيكتور. سيجما ده برضه عبارة عن standard deviation او باريانس يعني فيكتور. ماشي? ده فيكتورز. هنا بتحسب ال اكس اي كاب برضه ده فيكتور. تقولي طب ازاي باجي هنا باخد جزر الفكتور. ممكن نتعامل ان ده هو ال ايلمنت واي سكوير روز بتاع النم باي. نم باي بتعمل ايلمنت واي سكوير روتين يعني. فانت عندك ده كده كده برضه فيكتور ويبسلون زي يعني. وهكذا هتلاقي تدر تتعامل مع كده انها كله فيكتور. فيكتورايز اشتركوا في القناة